السلام عليكم نبدأ اليوم الثاني حياك هالد باوزير إذن خلينا نعمل رفريش لليوم الأول مراجعة سريعة على يلي ذكرناه باليوم الأول ونشوف لمحة سريعة على اليوم الأول ونتابع باليوم الثاني اللي هو اليوم على فلتر الويب مميزات وقيود ذكرنا باليوم الأول طبعا مقدمة سريعا فلتر شو هي التركيبة تبع الفلتر الهيكلية تبع الفلتر من شو بتكون وشو اللي بيميز الفلتر ويب بالتركيبة قلنا انه بصير في عندي طبقتين فقط بدل ثلاث طبقات تركيبة الفلتر العادي بباقي المنصات قلنا بالويب بصير طبقتين بتروح طبقة الانجين ذكرنا الوجد تري والألمنت تري والرندر أوبجيكت نقشنا المثعد انفوك الامباد سيستم مثلا الينيكس اخدنا مثال عليه التايزن ذكرنا محرك الرسوميات يلي بيستخدموا الفلتر اللي هو الان امبلر للثري دي وذكرنا شوية محرك محررات اكواد ومعادلة الامبراتف والديكليراتف تبع الفلتر وذكرنا التصميم طريقة التصميم تبع الفلتر يلي هي بتشمل الماتيري لثلاث تبع الجوجل راح نعطي عليها شوي كنتم لاحظات اليوم كمان والكوبرتينو تبع العاب بالطريقة التصميم يعني وذكرنا الميديا كويري في كونتكست اللي هي بتوخد مقاسات الشاشة بشكل رس بونسف راح نفرق بين الريس بونسف وال طريقة التصميم بالفلتر ايضا ناقشنا الفلتر غالري اليوم الاول اللي هي بتعرض لك جميع الوجت اغلب الوجت اللي موجودة بالفلتر مع امثلة كواعد عملية ناقشنا النار سيفتي والستيت لايف سايكل والستيت منجمينت اشهر ثلاثة منها اللي هي البروفايدر والريفربود واللوك ناقشنا شوي بالكليين اركتكتشر وايضا ناقشنا المفاتيح الكيز بالفلتر اشهر ثلاثة من المفاتيح اشهر ثلاثة من المفاتيح اشهر ثلاثة من المفاتيح شاشة واضحة مشاركة الشاشة شاشة 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 تمام ناقشنا ايضا المفاتيح بالفلتر الكيز وين من استخدمها شو الاستخدامات تبعها وشو الانواع تبع المفاتيح كمان ناقشنا اللي هو النافجيشن بالفلتر او التنقل الراوتر بالفلتر واشهر واحدة لقوا راوتر قلنا لأشهر بكيج بالتنقل بالفلتر وناقشنا النافجيطر واحد ونافجيشن اثنين شو اللي اضافه النافجيطر اثنين بالفلتر واهم خمس خيارات قواعد بيانات بالفلتر تمام اسراء فهد هنكمل على نفس السلايد شكرا لسؤالك نعم السلايد لليومين نفس الملف وناقشنا خيارات قواعد البيانات اشهر خمس خيارات قواعد بيانات سواء local أو cloud وناقشنا الback as a service اخدنا اشهر اثنين منها اللي هي الsuperbase والfirebase ناقشنا الموضوع الابي واللوكل secure light وshared preferences او الhive او الاسار بكج الوكل database local ناقشنا طبعا الابي وادوات مهمة بالابي وفلتر بالابي بشكل عام هاي الادوات وحننقش هاليوم بشكل مفصل بادواتي انا اللي عامل هاي يعني مثل الابي guide وال تمام ناقشنا اللمسات الاخيرة بالفلتر وتشمل الdev tools والفلتر دكتور والدبيوك مود الى اخره ناقشنا الثلاث انواع من التطبيقات بالفلتر يلي قلنا عليها دبيوك وبروفايل وريليز كل واحدة وين مكانها وشوف وين منستخدمها يعني نجي لليوم الثاني اللي هو نركز فيه على ثلتر ويب عبدالله رواشد ممكن احد يرسل لي الملف اذا عندكم الشباب اللي التنسيق تحطوا الملف بالشات ملف السلايدات طبعاً الدورة مسجلة باليومين اليوم الاول واليوم الثاني كمان يعني كل الدورة مسجلة اليوم رح نناقش موضوع فلتر ويب بشكل متخصص يعني التركيز اليوم رح يكون على الفلتر ويب كمميزات وك قيود رح نطرح سؤال على التشات بشو مبلش قيود ولا مميزات تصويت تمام الاغلب هي قيود فراح نبلش بالقيود تمام طبعاً ليش سميناها قيود مثل ما ذكرنا باليوم الاول قيود لانه هي لسه حديثة يعني الفلتر حديثة 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 تقنية يعني دخلت بالويب حديثاً بالإصدار اثنين فاصلة كذا تمام فلتر اثنين وشوي لحتى دخل فيها الويب بالاساس حديثة كانت مطورة تقنية بالكامل يعني ارك سايدل لما اخترع الفلتر اخترعه بالبداية لتطبيقات الجوال كروس بلاتفورم يشتغل على الاندرويد والايفون بالاساس يعني مبني الفلتر لهذا الغرب انه يشتغل التطبيق نفس الكود على الاندرويد والايفون بعدين فاتل الفلتر بلاتفورم ثانية فاتل الويب مثل ما ذكرنا باليوم الاول ودخل الويندوز الماك انتوش اللينكس الاخره دخل الانظمة المدمجة الالينكس الامبت سيستم ودخل حتى كمان التحكم عن بعد مثل سمارت هوم بيقولوا عليها حتى المدن الذكية ممكن صار يدخل فيها الفلتر هي بيقولوا لها الاردوينو او دارات التحكم كمان ممكن تعمل تطبيقات التحكم عن بعد في استخدام الفلتر اللي هي الانظمة المدمجة او الامبت سيستم تمام سلمان الدورة مسجلة اليومين دورة كامل مسجلة تمام تمام فالويب لسه حديث يعني يعتبر بالفلتر ويعني انتقلوا فيه بداية بالكفرونت انت فراح نناقش شوية قيود بالفلتر في عندي عكم نقطة بالقيود تبع الفلتر فيه بالبداية محدودية الجافا سكريبت الدوم شو يعني هذا الحكي؟ طبعا الويب بشكل عام مبني بالاساس من ثلاث امور اللي هي الHTML والسيسس والجافا سكريبت كويب بشكل عام الاساس طبع اي اشي ويب هو ثلاثة دول HTML وسيسس وجافا سكريبت طبعا بكافة انواعها HTML5 اللي هو واحدة اصدار من الHTML طبعا انا عضو بمنظمة W3C المنظمة المعايير تبع الويب اللي بتصدر المعايير تبع الويب ومثل ما ذكرت اليوم اللي هو اللي عندي ماجستير بعلوم الويب وهذا المجال يعني التخصص تبعي فيه الCSS اللي هو اللي هو بيعطي التنسيق لصفحات الويب الStyle الDesign طبعا نزل كمان الCSS3 اللي هو احدث اصدار من الCSS وهدول الاساس يعني تبع اي شي وب وفيه الJavaScript اس5 اس6 هدول الاصدارات تبع الJavaScript احدث اصدار 2015 او 2016 من الJavaScript هدول الثلاث هم الاساس تبع اي شي بالويب تمام قلنا الCSS HTML Javascript الJavaScript الدم شو يعني الدم الدم يعني اللي هو اللي بالمتصفح على فرض اعملنا هون انسبكت لأي صفحة مثلا عملنا انسبكت منلاحظ هون في شي اسمه خلينا نكبرها شوي في عندي السورس يلي هو بيجي من السيرفر سايد وفي الاليمنت يلي هي الدم شغل الدم الدم تبع الجافا سكريبت الجافا سكريبت ببرمج بالمتصفح من ناحية الكلينت سايد احنا ذكرنا انه الويب متكون من ناحيتين سيرفر سايد وكلينت سايد كمخدم وكعميل يتكون من القسمين الرئيسيين الويب بشكل عام كسيرفر سايد وككليينت سايد طبعا الجافا سكريبت دم هو بيختص بالكليينت سايد لما نحكي عن الدم حصرا بالجافا سكريبت بيختص بالكليينت سايد طبعا الجافا سكريبت باعرف ناس 30 سنة 40 سنة ولسه ما ما خلصوا جافا سكريبت يعني فبحر كبير جدا الجافا سكريبت وإنما راح نحكي الأمور الأساسية اللي هي بدنا نركز عليها وين القيود اللي هي موجودة الآن بالفلتر مثل ما ذكرنا الجافا سكريبت دم وهو يعتبر من ناحية الكليينت سايد بالويب تمام اللي هو بيتكون هون لما نروح على السورس فبالتالي نحنا عم نحكي عن أو لما نعمله view source page هذي اللي بيجي من السيرفر سايد الأكواة ذي اللي بتيجي من السيرفر سايد بينما لما نعمله انسبكت إليمنت فهذا فعليا هو شغل الجافا سكريبت دوم يعني بيجي له مثلا أكواد من من السيرفر سايد وهو بيعمل إعادة برمجة للأكواد وبيعرضها بالمتصفح بشكل طبيعي هذا الشي اسمه جافا سكريبت دوم وهذا المجال اللي بيغطيه فلتر لحد الآن في مجال مفقود بالجافا سكريبت اللي هو الباك اند أو السيرفر سايد راح نجي له نتطرق له لقدام شوي وهنا القيود اللي موجودة فعلا بهذا المجال طبعا لما نحكي عن السيرفر سايد بالجافا سكريبت أو بالويب بشكل عام سيرفر سايد رندرينج بيدخل ضمن المجال سيرفر سايد رندرينج طبعا في مقالة بالأنجولر مهمة جدا اللي بحب يرجع لها الأنجولر 17 أحدث أصدار من الأنجولر بيتحدث عن هاي القضية سيرفر سايد رندرينج وستاتيك سايد جينيريجي هذا الكود اللي بيجي من السيرفر سايد طبعا بالفلتر ويب انت بتقدر تعمل هذا الموضوع بس تحايل على المتصفح متحايل على اللي بيقولوا لها الزواحف الويب ويب كراولر الويب كراولر ما بتقدر تتحايل عليها لأنه هي بتوصل للسيرفر سايد رندرينج بينما إذا تعاملت مع البي دي بليو اي بروغرسيف ويب أب بروغرسيف ويب أب هذا نوع من أنواع تطبيقات الويب يلي هو بيشمله فلتر تقدر بناء على البي دي بليو اي تعمل شي بيسموه بروكسي أو وكيل بالويب البروكسي بيعمل طبقة يعني عندي هذا السيرفر وهذا الكلينت وهون المتصفح مثلاً الكود اللي جاي من السيرفر بيقدر بتقدر تعمله كبروكسي وكيل قبل ما يعني نعرض بالمتصفح يعني بتقدر تعمل تحايل على الانسبكت إليمنت مثلاً هون عملنا له انسبكت إليمنت أو فيو بيت سورس بالبي دي بلي اي بتقدر تغير الفيو بيت سورس بس هو فعلياً انت ما غيرت السيرفر سايد ريندرينغ انت غيرت أقرب أو بيسموه بروكسي وكيل غيرت شيء أقرب للكلينت سايد أقرب لناحية العميل أو المتصفح المستعرض الويب فبالتالي انت ما بتقدر تخدع زواحف الويب الويب كراولر ليش نحن بنقول انت ما بتقدر تخدع الويب كراولر بروكسي بريكر تمام ايش هو بروكسي بريكر كاسر بروكسي سؤال ممتاز يهاب سلمان كاسر بروكسي في شيء بيسموه الفي بي اين أو فيرشوال برايفت نتورك هذا موضوع ثاني نحن عم نحكي عن البي دي بلوي اي بروكسي البروكسي اللي هو وكيل او مثل مبدأ الحارس السيكوريتي مثلا بيكون عند البوابة خلينا نفترض انه نعطي مثال البوابة هي المتصفح قبلها بيكون حارس السيكوريتي فلنفترض انه هذا هو البروكسي الوكيل بينما اللي جاي بعد البوابة نفترض انه سيرفر سايت او سيرفر سايت اللي هو جوا الويب اللي جاي من السيرفر من ناحية المخدن فبالتالي نرجع لهون تمام فبالتالي الوكيل بيقدر يخدع المتصفح فقط بس ما بيقدر يخدع زواحف الويب او الويب كراولر مشان هيك هذا شو معناته الكلام هذا معناته انه الاس اي او او سيرش انجين اوبتوميزيزيشن ما بتشتغل معك ليش لانه المحركات البحث او تحسين محركات البحث ترجع لوين للويب كراولر مو للمتصفح يعني لما تعمل انسبكت ايلي او view page source الويب كراولر ما بياخد اللي بينعرض بالمتصفح الويب كراولر بروح على الview على البيج سورس الاصلي مشان هيك ما بتقدر تخدعه بعملية البروكسي تبع البي دي بلي وي هاي نقطة اذا في ناقشنا موضوع السيرش انجين اوبتوميزيشن طبعا انا عملت بكيج بهذا الموضوع بالذات يعني يلي هو السيرش انجين اوبتوميزيشن اسمها اللي هي متة اس اي او طبعا نقش في هاي الامور وذكرت بالتشينج لوج انه هون لسه شغالنا على حل يده عمل سيرفر سايد رندرينج لسه يعني قيدة للعمل نطلع بحل اوت اوف ده بوكس تمام هاي واحدة من البكيج اللي انا عاملها اسمها متة اسيو لسه الشغل يعني قيدة العمل فيها طيب شلون بتحل موضوع السيرفر سايد رندرينج في كثير حلول ممكن تعمل كفلتر تطبيق الفلتر تحطه ضمن اي فريم تحطه ضمن اي فريم وتتعامل ك اي بي اي تواصل بين تطبيق الفلتر يعني كأنه صورة بتعتبره صورة وبتعمله استضافة على بالتطوير باك اند فلنفترض على سبيل المثال بيتش بي سي شارب بايثون الى اخره دوت نت الى اكسبرس نود اكسبرس الى اخره فبالتالي لسه في قيود يعني لازمك شي باك اند تعمله لحتى تعمل التواصل طبعا لحد الان هذا الحكي نزل السيرفر بود من يومين اصدار حديث من السيرفر بود كمان هذا دليل على انه الشغل جبار وهذا الموضوع السيرفر بود هو السيرفر المفقود بالفلتر وشغالين فيه شركة السيرفر بود تمام عملوله تحديث منه كم يوم نازل واحد فاصلة اثنين يمكنه شي طبعا الدوكمنتيشن شرع جميل ليله هذا احد الخيارات اللي بيزودك كباك اند وتكتب فيه دارت لغة البرمجة دارت فكرنا المتا سي او فيه كمان اثنين هدول محاولات جريئة بالنقطة هاي للقيود تبع فلتر ويب اللي هي باكش دارت شلف بتقدر تعمل فيها باك اند بالدارت بلغة البرمجة دارت وانما ما في تواصل بينه وبين فلتر لحد الان يعني ما بتقدر تشغل الشلف جوانيت فلتر لازم تشغله كبروجيك دارت مستقل للشلف وتستضيف فلتر جوانيت الشلف يعني كأنك عم تستضيفه استضافة اوستينج جوانيت الشلف لحد الان فبالتالي راح ترجع لموضوع الابي اي وتتواصل كابي اي باي بين دارت شلف والفلتر يعني ما في تواصل كومينيكيشن دايريكت كومينيكيشن بيقولوله السوكت ويب او اللي هو يعني كومينيكيشن دايريكت مع السيرفر سايد دارت شلف طبعا على مستوى متقدم جدا بالباك اند بالدارت بلغة البرمجة دارت كل شي فيه دارت في محاولة ثانية من شاب الماني شولتا يسمو عمل شي اسمو جاسبر هو لنفس الفكرة مشان يزودك بالاتش تيم ميل ويجي من السيرفر سايد طبعا محتاج تطوير ولسا العمل يعني فيه ليغطي اغلب المواضيع تبع الباك اند اول تبع الاتش تيم ميل باكشتاني اسمها جاسبر ممتازة جدا محاولة جريئة يعني يخرج برا الصندوق لموضوع الباك اند طب ليش هدول ما عم بيعني مو ملاقين حل جذري لموضوع السيرفر سايد رندرينج راح نقشها ليش طبعا لانه الفلتر مثل ما قلنا كان مبني بالاساس لتطبيقات الجوال لموبايل فالاركتكتور تبعه مبني بالاساس لموبايل مولا ويب يعني بالاساس كان مبني اي وهي هي مبني بالاساس على الكنفاس اي بي اي الكنفاس اي بي اي هي رسوميات شعائية قوية فبالتالي هون بتكمن الصعوبة بتحويله من كمفس اي بي اي ل استيميل تاكز مثلا بي اي 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 ا واحد اتنين ثلاثة الاخره ديف مثلا سبان هالأمور تبع الستيميل هون الصعوبة بتحويلها من الكنفس لستيميل طبعا فيه بالترميني الأمر تعطيه تصدير من فلتر ليدعم الستيميل بس المحرك نفسه تبع الفلتر هو بالأساس مبني بالكنفس وبعدين نزل عليه الوب جي إل ويب كرافك لايبراري كمان هاي بجافة سكريبت الكنفس والويب جي إل مبنيين بالكنفس جافة سكريبت ويب جي إل طبعا تدعم 2D وال3D وهذا مرجع ممتاز للموزلة اللي بحب يرجع له ويب جي إل ويب جي إل ودعم المتصفحات فيه والويب جي إل كمان بيدعم ل3D بس فيه نقطة هون بالويب جي إل اللي نزل حديث اللي هو الوزم الويب السيمبلي حسن بالويب جي إل وين نقطة التحسين اللي حسنها بالويب جي إل أو الويب جرافيك لايبراري حسن بالكور تبعها أو باللوب تبع الويب جي إل قلنا الويب جي إل هو مبني بالجافة سكريبت فقط لما إجي الوزم أو الويب السيمبلي ضاف إمكانية أنك تكتب بأي لغة برمجية ثانية يعني مو شرط أنك تكتب ب الجافة سكريبت فبالتالي هون شايفين دعم المتصفحات للوزم أو الويب السيمبلي طبعا هون صرت تقدر تكتب بأي لغة برمجية بالوزم مو شرط جافة سكريبت ليش لأنه صار يعني يتحكم باللغة للدنيا بقولولها لوليفل لانجوج وبالتالي هي صرت تقدر تكتب بأي لغة برمجية سي سي بلس بلس رست سي شارب دارت عن طريق فلترب ريفيو لاحظ هون اف شارب القول كوتلن أي لغة برمجية صرت تقدر تكتب رسوميات الويب فيها عن طريق الوزم أو الويب السيمبلي لاحظ هون سابورت للويب السيمبلي الوزم طبعا كيفين كمان عمل كثير مؤتمرات بالوزم كيفين من موظفين فلتر عمل المؤتمرات وشرح فيها بشكل مفصل الوزم وشلون استفادت منه فلتر للوزم لتحسين أداء الويب رسوميات الويب بالفلتر طبعا الوزم لسه يعني كمان حتى شغالين بالوزم يعني تحسين الرسوميات تبع الويب بالوزم يعني كأداء كأداء تطبيقات الويب تتحسن ضرب ثلاث أو أربع مرات عن ما هي موجودة حاليا أو سابقا مع الوزم أو الويب السيمبلي اللي هو أكثر أفضل أداء بكثير من الويب جي إل طبعا هنا في مقالة ممتازة للويب جي إل طبعا كمان من القيود المتصفحات القديمة والتحديثات بعض المتصفحات القديمة ليش؟ لأنك أنت عم تتعامل مع كنفس إبي آي فبالتالي بدك تتابع الكنفس إبي آي فبالتالي لازم يكون متصفح حديث نوعا ما يعني كروم، فييرفوكس، سفاري، وطيفر المتصفح بدك تكون أب تو ديت بالمتصفحات شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر في صوت ولا صوت مشغال تمام نرجع وصلنا في عندنا كمان من القيود بالويب بالويب حصرا بالفلتر الوصول إلى مميزات الجهاز كاميرا ومستشعرات الحركة وميكروفون طبعا هاي في عليها شوية قيود وفي شغلة ثانية بالقيود تبع الفلتر ويب تكامل مع خدمات الويب الخارجية مثل شو يعني خدمات الويب الخارجية مثل ما ذكرنا سيرفر صايد مفقود عندي فبالتالي إذا بدك تتحكم بالويب سوكت في عندك مجال مفقود مثال عليها لتطبيقات التشات أو لتطبيقات المراسلة في عندك شي بيقولوله متزامن فبالتالي أنت مضطر تستخدم سيرفز بديلة يعني مثل خدمات الفيربيز فيربيز ميسجينغ أو الآث أو إلى آخره يعني back-end as a service تستخدم back-end as a service سواء سوبابيز أو فيربيز بجميع المميزات اللي موجودة فيها فبالتالي أنت لسه لحد الآن محتاج سيرفز back-end حتى تغطي الجانب المفقود بالفلتر إذا اعتبرنا الفلتر كفرونت-end ممتاز جداً وممكن يغطي جانب الفرونت-end مع شوية قصور open on browser اضغطوا على الملف كليك يمين بعدين وبين البروزر ما في التعليق تمام فبالتالي لحد الآن يعني كفرونت-end ممكن يغطي المجال تبع الفرونت-end الفلتر كجانب ال-back-end لسه أنت محتاج لسيرفز ثاني كباك-end أو ممكن تتعامل كباك-end as a service فبالتالي بتغطي الغرض ممكن مثل ما ذكرنا باليوم الأول في عندي خدمات ال-API ممكن تتواصل ك-API مع API التطوير باك-end أيضاً ممكن تتعامل مع الخدمات ال-local database local مثل ما ذكرنا بدك SQL بدك NoSQL كمان متاح الموضوع ولسه شغل يعني حريقة بهذا المجال مثل ما ذكرنا مجال تطوير ال-web ومجال ال-3D أو ال-graphics بال-flutter دخل في عندي flame engine لتطبيقات أو الألعاب ال-3D games إلى آخره تطوير شغال فيها ودخلوا ال-embellar لتحسين رسوميات الرسوميات ال-3D وال-2D ومتازة ودخل فيها ال-embellar مشان يقارن أو يتنافس التقنيات المنافسة مثل اليونيتي مثلاً على سبيل المثال اليونيتي بمجال الألعاب ال-3D فأنت بدك تنافسه فدخل في ال-embellar لتطوير ال-3D أو ال-graphics بمجال ال-web دخل في عندي ال-web assembly اللي ذكرناه ال-web assembly أو الوزم مشان يعمل تحسين بأداء 3D أو ال-graphics بتطبيقات flutter web ال-web إذن عندي لدي هدول شوية قيود على اللي flutter web وهي أهم قيود يعني هاي أهم قيود ولسه العمل فيها شغال طبعاً للآن ولسه ما نوجد حل out of the box للقضية هاي طبعاً أنه يدعم ال-backend أو server-side rendering بتطبيقات flutter web تمام آه ملف ال-be-def تمام مشكل إذن هاي شوية خيود خيود flutter web طبعاً هي لحظة دماغ مثل ما تقول بس لابد يعني نشير لإلها ونشير على العمل الكبير اللي بهذا المجال تطوير المستمر بهذا المجال بهدول القيود إذن نحلوا هدول القيود فعلياً أنت معاد ما تحتاج أي تقنية ثانية تخيل أنت تبني تمام تخيل أنت تبني المشروع كامل يعني وب وتطبيقات جوال والويندوز والماكنتوش والمتصفحات والديسكتوب واللينيكس كله بنفس الكود مو محتاج تغير أي شي مو محتاج تهيئ أي تقنية ثانية فتخيل الويندوز لويندوز ممكن يوصل يعني إذن حلت هاي القيود تبع الباك اند أو السيرفر سايت في موضوع الويندوز مثل ما ذكرنا الشغل الجبار فيها ولسه ما نحلت يعني قيد العمل نيجي للمميزات فلتر ويب مميزات فلتر ويب قبل ما نروح على مميزات فلتر ويب خلينا نعمل تحديد لنوع تطبيقات فلتر ويب يعني شو المجال تبع تطبيقات الويب اللي مركزة عليه فلتر ذكرنا الوزم تحسين لل فلتر ويب وذكرنا الويب جيل ويب كرافك لابروري سواء الـ 2D أو الـ 3D ذكرنا الكمفس يلي هو الرسوميات الشعاعية بالويب كمفس أو الكمفس API بالشاف سكريفت مثلا بترسم دائرة خط مستقيم إلى آخره كمان مرجع ال الامدين ممتاز جدا بالرسوميات رسوميات الويب بشكل عام يعني لاحظون مثلا بدك ترسم مربع بالكنفس عن طريق الكنفس بتقدر ترسمه بهذه الطريقة تعرف له عنصر اسمه كنفس بترسمه رسم عادي يعني كأنك بترسم رسم العناصر اللي بتظهر بالشاشة بالشاشة وهو مبني فلتر على هذا الأساس مبني كرسوميات مو كتاقات وستايلات CSS إلى آخره مبني كشعاعي فيكتور بيقولوله بالويب أقرب إلى الـ SVG كمان بيندرج تحت الكنفس موضوع اسمه SVG للرسميات الشعاعية بالويب كلينا نبحث عن SVG Scalable Vector Graphics كما طبعا مرجع الـ MDN ممتاز جدا واحترافي يعني بالمواضيع الويب مفصل جدا ومع أمثلة عملية بيندرج تحت الكنفس قلنا الويب بالفلتر مبني بالأساس على الوزم الآن يعني يدخل فيه الوزم أو الويب assembly مشان تحسين أداء الرسوميات تحت الويب assembly أو الوزم يجي الويب GL تحت الويب GL بيجي الكنفس تحت الكنفس فيه عندي SVG أو الرسوميات الشعاعية عرفنا التركيبة تبعة الفلتر ويب نعرف ليش القيود هاي ظاهرة عندنا بتصميم الويب أو بكلية الويب الفلتر وليش ما نحلت مثل قضية server-side rendering اللي موجودة بالانقولر مثلا راسب المثال أو الرياكت الاخره من تقنيات front-end ويب تمام إذن SVG اللي هو الرسوميات الشعاعية بالويب اللي هو مبني عليها بالأساس فلتر ذكرنا البكيش تبع الجاسبر محاولة جريئة لدارت ويب فريمورك لسه التطوير الشغال فيها لهاي البكيش أيضا ذكرنا لدارت شلف اللي هي الباك أو اللغة البرمجة دارت تقدر تعمل فيها ويب سيرفر كامل عن طريق الدارت شلف ولكن المشكلة أنه ما في تواصل بينها وبين فلتر لحد الآن يعني ما بتقدر تشغل السكت من جوة الدارت شلف وتشغل تطبيق الفلتر بنفس الوقت لازم تعمله كاستضافة يعني تعمل تصدير فلتر ويب بلد وتشيل الملفات وتحط جوانيت الدارت شلف يعني المصدر المنتج لحد اللي هان طبعا مثل ما ذكرنا كمان هاي محاولة جريه السيرفر بود وفي القلوب تبع الانفيرتس شركة كمان هم تشتغل بمجال الويب تطوير طبعا مجيد حاجيا الرئيس تبعها كمان شغل جبار يعني مجال الدارت وفروق فلتر ويب ريم وورك ليغطي مجال السيرفر سايد اللي مفقود بالفلتر ولسه كمان التطوير شغال فيها الهاي الكلوب تمام شلف سيرفر دارت شلف مثل ما ذكرنا طبعا الدوكومنتيشن تقدر ترجعو لها بالرابط دوكومنتيشن ممتازة فهد بودويس معفد ذكرت الاسم صاح المشكلة المشكلة اللي ما نحلت فيها لليوم تمام ذكرناها سابقا يعني قبل شوي ذكرناها اللي 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 بولد لك قبل ما ينعرض بالمتصفح بيولد من السيرفر سايد مو من الجافا سكريب الدوم لحد الآن تشغل بالدم جافا سكريب الدوم اللي مفقود لحد الآن اللي هو السيرفر سايد رندرينج اس اس آر تمام في عندي مثل ما ذكرنا هذا الماتيريال نحن الآن الحين بدنا نرقي المميزات مستخدمة المعروف تمام نحن ننتقلنا على المميزات الآن مثل ما ذكرنا الماتيريال ثري ماتيريال ديزاين التصميم جمالية التصميم بالفلتر يعني يشوف مثلا هذا المثال التطبيق لاحظ جمالية التصميم هذا كله معمول بفلتر لاحظ جمالية التصميم اللي بتقدر تعملها بفلتر كويد أو كتطبيقات تطبيقات جوال ديسكتوب إلى آخره كل هاي الأمور بتقدر تعملها بالفلتر طبعاً هدول شوكيس للحالات اللي معمولة بالفلتر في الماتيريال كومبوننت هذا كله بالفلتر تقدر تعمله أو وجت بيسموها بالفلتر وجت كتصميم ديزاين بالفلتر إذن شو هي المميزات تبع الفلتر ويب مثل ما ذكرنا باليوم العول تقدر تستخدم قواعد بيانات محلية أو سحابية كلاود اللي ذكرناها سابقاً اللي هي أشهر خمس خيارات لقواعد البيانات اللي هي باكن دازا سيرفس مثل ما ذكرنا باليوم الأول فير بيز أو سوبا بيز بدك ريليشنال داتا بيز في عنده خيار سوبا بيز والقاعدة تبعه أو الأساس تبعه اللي هي بوستقري سكيو إل طبعاً قواعد بيانات علائقية سكيو إل داتا بيز أو ريليشنال داتا بيز ولكن حديثة متطورة يعني وأيضاً في عنده خيار نو سكيو إل أو نو ريليشنال داتا بيز اللي هو الفير بيز بيعتمد على شي بيسمو دوكيومنت أدور خيارات باك عند هذا سيرفس مثل ما ذكرنا وفي عنده خيارات اللوكل أو المحلية shared preferences مثل ما ذكرنا باليوم الأول لقواعد البيانات الخفيفة تعتبر بدك شي أكبر شوي في عندك سكيو إللايت وفي خيارات النور ريليشنال داتا بيز لوكل مثل الهايف ومثل الايسار وفي خيار الابي آي تعامل مع املكيشن درودراميك انترفيس قلنا انه كمان بالويب من المميزات تابعه اللي هي شفرة كود واحدة يعني تقدر تعمل فيو تطبيق اندرويد تطبيق ايفون تطبيق ويب تطبيق سطح مكتب ويندوز ماكنتوش لينيكس خلي الاسر بس للأخير إذا سمحت تطبيق سطح مكتب تطبيق ويندوز تطبيق ماكنتوش تطبيق لينيكس تطبيق ويب تطبيق اندرويد وايفون نفس الكود شفرة كود واحدة وان كود بيت طبعا هاي من المميزات اللي بتلاقيها بال فلتر طبعا في تقنيات جديدة يعني نزلت وانما ما بتدعم الويب نهائيا يعني مثل المايكروسوفت ماوي إذا إذا سمعانين في مايكروسوفت طبعا كمان كروس بلاتفورم ولكن ما بيدعم الويب بشكل كامل نهيا ما بيدعم الويب بيدعم تطبيقات الجوال وبيدعم تمام تبعا المايكروسوفت منتج من مايكروسوفت حديث بيدعم الكروس بلاتفورم نفس الكود وان كود بيز بتكتبه في c sharp في dot net وإنما ما بيدعم الويب نهائيا يعني بيدعم لك تطبيقات السطح مكتب والجوال في خيارات ثانية كمان وإنما ما بتدعم الكروس بلاتفورم بشكل شامل يعني مثل الفلتر وفي منها بتدعم بنفس الطريقة تمام مثل الرياكت والرياكت نيتف تكتب بجافا سكريبت وبتصدر للمنصات الثانية ففي منافسة بين الرياكت نيتف والفلتر طبعا الاكزامرن راح انقرض يعني او لسه شغار بس ما يعني مو مواكب لهاي فطلعوا مايكروسوفت بمنتج تاني اسموه ماوي مايكروسوفت ماوي مشان يواكبوا للم تمام خليل الاسئلة للاخير التمام بس خلصت لهم في بعد كم فقام هم هم مشان يواكبوا القوة تبع الكروس بلاتفورم من المنصات اللي موجودة تمام فيه التكامل مع مكتبات الجافسكريبت مثل ما ذكرنا تقدر تتكامل مع اي مكتب الجافسكريبت اذا رحنا على الدوكومنتيشن تبع الفلتر الفلتر دوت ديف طبعا هنا بناء على هدول الدوكومنتيشن عملت الباكيجات اللي عملتها لو رحنا على الدوكومنتيشن تبع الفلتر او الapi ابي ايف لت دوت ديف فيه عندي باكيجات تبع الجافسكريبت والحتمل فيه عندي دارت حتمل وهون بتعرف شلون تتعامل مع الحمل كامل لاحظ هنا فيه كثير عندي كامفس تمام css rule مشان تقدر تتكامل مع تقنيات الوب فيه عندي دارت جافسكريبت كمان اذا بدك تكتب جافسكريبت جو الفلتر اللي قلنا عليها باليوم الاول method invoke call method context call method وتكتب جافسكريبت جو الفلتر طبعا موجود شرح مفصل لكل العمليات تواصل بالعمليات وبالتالي هاي مميزة كبيرة من التعامل مع الجافسكريبت من ناحية الفلتر كمان ذكرنا في عندي المميزات الفلتر وجت الكثيرة جدا بالفلتر وجت طبعا في قائمة تشغيل بالفلتر وجت تقريبا كل واحدة دقيقة وشوي تشرح لك الوجت مع مثال عملي مع كود يعني قائمة باليوتيوب اسمها وجت فيها وجت كثير طبعا فوق المية وشوي فلتر وجت هاي من مميزات فلتر وجت في عندك الادابتب والرسبونسف كمان موضوع مهم بالفلتر وي هو الادابتب الادابتب والرسبونسف شو الفرق بالبين الاثنين طبعا هذا الشي كمان انا شرحته بين شيء مفصل بكتابي نسخة الثانية من الالفلتر عبز دفلوبمنت الربونسف اللي هو لما تسحب المتصفح مثلا لو عملنا هون هيك انسبكت إليمنت لاحظ هذا الشي اسمه رسبونسف لاحظ هون السلايد عم بيكبر مع تحريك المتصفح هذا الشي اسمه رسبونسف بينما الادابتف شو هو الادابتف الادابتف كمان منهجية بالتصميم الشاشات الكبيرة أو السطح المكتب الادابتف يعني مثلا اللي نقول هذا المثال طبعا هاي بكتج أنا عاملها اسمه API Guide هذا مثال من البكتج الادابتف مثلا عملنا انسبكت لاحظ بالادابتف لما يكون وصل بيقولولها breakpoint بالتصميم لما يوصل لمرحلة معينة بيختفي الجزء اللي من على الهيسار اللي هو هاد فهذا الشي اسمه ادابتف لاحظ هون هدول مثلا التوزيع تبع هدول اللي هون تصميم معين بالمقاس مثلا الشاشة الصغيرة بيكون شكل بالمتوسط بيكون توزيع شكل ثاني layout وبالمقاس الكبير كمان بيكون شكل مختلف لاحظ هون بالشاشة الصغيرة صاروا تحت بعض بالشاشة الوسط بيكونوا جنب بعض وبيختفي اللي هون القسم اليساري بالشاشة الكبيرة بيظهر القسم اليساري مع توزيع هاد الشي بيسموه ادابتف بالتصميم في عندي رسبونسف وفي ادابتف الاثنين بيدعمهن فلتر بقوة يعني طبعا رسبونسف ممكن نستخدم الميديا كويري أو كونتكست كمان هاي ممتازة جدا بالرسبونسف مقاسات الشاشات التجاوبية الادابتف بتقدر تعمل بنان حتى على الميديا كويري أو كونتكست سايز هاي أو وذ الاخري بتقدر تعمل تصميم ادابتف بنان على رسبونسف يعني فيه تداخل بين الاثنين مفهومين وأيضا الاثنين مهمين الابي آي قايد اللي قلنا عليها هذا مثال من اللي أنا عامله كمان بك جاي أنا عامله جديد يعني نشرتها شبيهة بالسوغر كدوكومنتيشن للأبي آي تقدر تعمل دوكومنتيشن للأبي آي عن طريق البكيجات أو الملحقات لسه قليلة يعني مجال التطوير فيها أي شخص ممكن يعني محترف أو عنده خبرة عملية أو علمية بهذا المجال ممكن يضيف بمجال فلتر ويب ليش لأنه لحد الآن لسه يعني ممكن الإضافة بهذا المجال بشكل كبير جدا محدودية الملحقات محدودية البكيج اللي موجودة بفلتر ويب لسه ممكن إضافة فيها بشكل كبير واحدة من البكيجات اللي أنا عملتها اللي هي API Guide مثل ما ذكرنا شبيهة بالسوغر كتنسيق API Guide يعني دليل ربط API بتحط له الشيمة بقولولها طبعا هي من API بتدخل مثل بهذه الطريقة يعني تعطي طبعا فيها كثير مميزات ولسه عم بضيف لها مميزات بشكل يومي API Request API Response ودخلت لها المارك داون بحيث أنه يعني مثل GitHub readme file كمان ممكن يعني تكتبه بشكل تماتيكي يظهر عندك بال API يعني يعني مثلا ممكن دخل صورة رابط شعبي إلى آخره بنفس الوصف تبع المقدمة مثلا هذا شيء بيسمون markdown هي مو لغة برمجية هي markdown tag أو بيسموه تمام هذا مثال على API guide طبعا نوع API method إلى آخره فيها فيها بحث كمان وفيها وضع ليلة نهاري وتصميم الألوان يعني فيها كثير خيارات وبولد لك الأكواد طلب الاستجابة طبعا فوق الثلاثين نوع من الأكواد نود مثلا request response إلى آخره فيك تنسخه للكليب بورد وبيعطي response تمام فيه أسلة شيئة ممكن تحط كمان بالدليل طبعا هذا اللي قلنا عليه المارك داون بالفلتر ويب ممكن تحط جدول مثلا ممكن تحط لقاط ترقيم إلى آخره مارك داون بيسموها تمام هذا مثال على الابي آي قايد البكيج اللي نعمل ها جديد وفيه بكيجات مهمة بال Flutter Web يلي هي XML مختصة يعني بFlutter Web هاي بكيج ممتازة جدا ومفيد انك تتعامل معها تعرف شلون تتعامل مع XML بال Web عن طريق البكيج هاي بالفلتر وفيه بكيج تاني بال Flutter Web اسمها تمام هاي واحدة من البكيج المهمة XML وفيه المارك داون كمان فلتر مارك داون طبعا انا هدول ضمنتهم بالبكيج الجديد اللي نعملها اسمها API guide فلتر مارك داون اللي هي بتدعم لك التنسيق اللي هو شبيه بال GitHub guide مثلا headline الحجم الخط كبير صغير الاخري هذا بسموه مارك داون طريقة هاي بسموها مارك داون تمام مثلا ملاحظة بتعمل هذا الشي صار اسمها ملاحظة او جداول مثلا بتعمل جداول ترقيم الى الاخره ما يسمى بال مارك داون طبعا هذا بيدعم فلتر already مثلا ما ذكرنا وفي اللي ذكرنا سابق طبعا هاي المتة سيو اللي قلنا عليها البوكيج لدعم المتة tags يعني مثلا بتشارك رابط الواتساب مثلا ترسله او عبر التويتر مثلا بيسموه تويتر كارت او الوبن غراف كلها بتدخل بال search engine optimization هاي الامور طبعا عملت لها بكج ولسه الشغل فيها يعني ماك تمل مت سيو اسمها تمام منيجي الى من مميزات الفلتر ويب كمان ذكرنا باليوم الاول هترلود هترستارت مهمين جدا بعملية التطوير وانت عم تطور مثل ال.net vc core وانت عم بتطور بتشوف التغيرات مباشرة يعني بتفتح المتصفح مثلا على جنب محرر الاكواد وانت عم بتطور مباشرة النتيجة هذا الشي بيسرع بعملية التطوير تبع تطبيقات الويب والشي بيسموها هترلود هترستارت كمان ذكرنا الويب اسمبلي دخل جديد بالفلتر ويب من المميزات تبع الفلتر ويب ويب اسمبلي او الوزم يحسن بأداء تطبيقات الويب ضرب ثلاثة او ضرب اربعة من اللي موجود حاليا شو هو الانواع اللي بيغطيها فلتر ويب لحد الان في عندي نوعين رئيسيين اللي هما بروغروسف وب اب والسجل بيج ابليكيشن طبعا ذكرنا سابقا البروغروسف وب اب طبعا هو نوع معين من من طبعا هو نوع من تطبيقات الويب بشكل عام بيسموه البي او البروغروسف وب اب شو مميزاته هذا النوع واحدة من اهم المميزات انه بتقدر تشتغل فيه اوفلاين شو معنى اوفلاين يعني هون لاحظ مثلا خلينا نفتح التطبيق تبع الاب اي بي اي قايد لاحظ هون في عندي خيار نستغل او خلينا نعمل انسبكت الوزم او الوب جي ال تمام طبعا من مميزاته الوزم البي دي 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 انه بتقدر تعمله انستغل يعني كان له تطبيق عادي بالجوال انستغل صفحة الوب تعمل اختصار على على شاشة الجوال تقدر تشتغل فيه اوفلاين للبي دي 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 تغيير بالكود اللي جاي من سير سايد وتبعث ه للمتصفح من مميزات البي دي 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 طبعا يعني خلاص معينة لنوع من تطبيقات الوب بسميه بسموه progressive web app او البي دي 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 طبعا كمان له موقع ممتاز جدا الوب دي مفصل فيه الو البي دي 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 ما ذكر نا قابل للتنزيل يعني بتعمله نستول عادي هو تطبيق web وانما بسموه bwa تمام هذا نوع من الانواع اللي بيركز عليها flutter وفيه نوع ثاني اللي بيسموه الاصباء او single page application كمان هذا نوع بيركز عليه flutter web single page application هو صفحة واحدة تطبيق web لصفحة واحدة من عيوب انه موضوع الSEO مثل ما ذكرنا سابقا من عيوب او ال trade offs على single page application اللي هو الSEO search engine optimization ليش لانه صفحة واحدة هو بتطبيق الweb صفحة واحدة يعني من خصائص نوع التطبيق الweb هات انه يكون صفحة واحدة تمام هاي المميزات تبع flutter web تقريبا هدول هنه مميزات وقيود flutter web في مراجع مهمة يعني ممكن نرجع لها قبل المراجع خلينا نعمل مراجعة سريعة لكل شيء تعلمنا بليوم الاول والثاني اكتبوا لي بالشات ماذا تعلمنا كلال اليومين الاول والثاني اشتركوا في القناة 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 مراجع مفيدة تمام لنخلص ماذا تعلمنا ايهاب سلمان flutter web flutter mobile flutter application convert JavaScript flutter ممتاز اسود ويد الحربي تميز flutter بجمالة التصميم ممتاز شكرا سلمان بروكسي تمام ممتاز القرني طريقة عمل API وقيود مميزاتها ممتاز استخدام غير معروف جمالية الواجهات تمام الرويش المميزات والقيود لflutter تمام سلمان استخدام مكتبات JavaScript والflutter تمام كمان ممتاز مكتبات اللي هي ذكرنا بال api.flutter .dev اللي هو عدل رابط مفيد جدا ترجعو له مشان تعرفو شلون تعمل يعني تطور مع flutter .dev باقي flutter .dev تمام ممتاز تعلمنا مميزات ونم ديكتور وطو تمام عمر ويش بروكسي ممتاز القرن مميزات بلتر تمام الرفاعي نبغى كمان كوز اليوم تمام كوز ما في اليوم فيه تحضير كوز نفسه تبع الأمس وال فيه مفاجآت كمان مثل ما ذكرنا على التحضير اللي هي نسخة من كتابي للجديد الإصدار الثاني طبعا ما هو آخر إصدار فيه إصدار بعد الإصدار الثالث قريبا إن شاء الله ينزل بالآخر للمسات تمام الباضي اسمي دكتور شروق آه تمام أهلا شروق دون فيه client سيرفر سايد تمام الخليفي لا الدوم هو client فقط جava سكريبت دوم اللي هو client سايد انت صحيح معلومة تمام شمري شكرا اسم اسم الكتاب احتياط لما ربحنا اسمه Flutter Apps Development شكرا لإهتمامك سراء فهد أو فهد اللي هو هذا الإصدار الأول اللي منشور بالدوكمنتيشن تبع الفلتر وفيه الأصدار الثاني تعدل تعديل جدري اللي هو هاد أصدار الثاني وراح يتم رساله كجوائز اللي عمل المسابقة واللي حضر الدورة كاملة اليومين اليوم الأول والثاني رح يتم أرسال نسخة من الإصدار الثاني تمام أيوه هذا موقعي موقعي الخاص اما الشحم ويب تت اب اللي بحب يتواصل معي مباشرة ايميل بالشهادة وبالكتاب مع بعض تمام جميع الفيديوهات تمام شكرا شكرا لإهتمامك الله يعافيك الجابري ممكن طلب التواصل كل موجود وسائل التواصل بالموقع اللي يحطه الشاب يعطيك العافية الله يعافيك شكرا طارق تمام كل موجود بالموقع مثل ما حط لك الغابط كل اللي حضر اليوم مبارح اللي حضر لازم يحضر اليومين اليوم الأول واليوم الثاني لحتى يصدر له شهادة ونسخة الكتاب كمان هاي مفاجأة راح تكون تمام هذا المسجلة تكون طيب خلينا نشوف المراجع هي كم مرجع مهم موقع flutter.def مثل ما ذكرنا أهم مرجع ممكن ترجع له دائما على الطاقة يعني هي تحديث أي update بالتقنية موقع التقنية نفسها flutter.def في قائمة تشغيل بال flutter يعني قناة اليوتيوب تبع flutter اسمها boring flutter development show طبعا كل فيديو يمكن ساعة وشوي تقريبا فوق السبعين فيديو مفيدة جدا يعني كلما ينزل إصدار جديد ب flutter بعملو لك ترحيل من الإصدار القديم للإصدار الجديد شوي اكواد يعني فمفيدة جدا تتعلم منها flutter فيه الوجت of the week القائمة اللي قلنا عليه وفيه observable كريغ لابنز اللي هنشغال فيها كمان هاي قائمة ممتازة يستضيف فيها خبراء جوجل مثلا هو بيعمل أشياء يعني بور بال flutter كمان ممتازة جدا قائمة التشغيل فيه موقع بكيجات بابدود تف ممتاز فيه موقع فوشيا اللي هو operating system مبني بال flutter بس ما عرف تار كينو يمكن للجماعة أو واقف حتى نهائيا تمام زركن هي بكيج مكتوبة بال dart جو ال operating system اللي اسمه فوشيا فيه هدول الفيديوهات أنا عامل عن dart tower جولة بلغة البرمج dart بالانجليزي كلهم طبعا وفيه data structure والalgorithm بال dart كمان باليوتيوب قناتي فيه flutter full course اللي هو تقريبا فوق الـ 11 ساعة فوق الـ 11 ساعة تقريبا بيشمل لغة البرمج dart والdata structure والalgorithm هي البيانات والخوارزميات بال dart وبالإضافة للflutter تقريبا خمس ساعات بflutter يعني دورة مفصلة مفروضة يعني مثل ما تقول كمان ممكن ترجعوا لها فيه الكتابي الاصدار الثاني حصرا اللي بحب يرجع له الاصدار الثاني والاصدار الثالث إن شاء الله قريبا ينزل فيه شوية تحديثات وامور طبعا كان معكم مع هذا الشحمة google library author الفلتر والدارت وشكرا لهذا موقعي المال شحمة .web .ab اللي بحب يتواصل وشكرا لمجموعة الطلب المطورين بالجامعة العربية المفتوحة الرياض على التنسيق والتركيب الامور إلى اليومين وقبل أشهر من اليومين تمام شكرا لكم هذا كود التحضير اللي بحب يحضر مشهان الشهادات تمام الله عافيك شكرا لكم وفي جروب google الواتساب اللي بحب ينضم كمان بالشات تمام السلايدات تشمل اليوم اليوم الأول واليوم الثاني تمام وهي الكود التحضير اللي بحب يحضر في مجموعة الواتساب مجموعة جروب المجتمع google الطلبة المطورين كمان موجود اللي بحب ينضم له تمام تسجيل بالرابط وفي مجموعة الطلبة المطورين بالواتساب كود التحضير وشكرا لكم رابط عبر الواتساب كمان عند الشباب المنسقين رابط التحضير ال qr code اللي بحب يعمل التحضير الله يعافيك بريكا شكرا شات مظاهر تمام بار كود مظاهر تبع التحضير سراء فهد مظاهر طارق ظاهر تمام نلتقي ان شاء الله بدورات اخرى وتعاونات جديدة مع مجتمع الطلبة المطورين بالجامعة العربية المفتوحة الرياض وشكرا جزيلا اشترك 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 اشترك